خمد حريق سجن إيفين في العاصمة طهران ثم خرجت الرواية الرسمية الإيرانية بشأن حيثياته أعلنت السلطة القضائية في البلاد أن استنشاق الدخان الناجم عن الحريق أودى بحيات عدد من السجناء وسجلت بسببه كذلك عشرات الإصابات والسبب خلف الحريق وفق المصادر ذاتها هو نيران أضرمت في ورشة في السجن بعد مشاجرة بين عدد من السجناء المدانين بجرائم جنائية ولم يشارك فيها سجناء سياسيون وأكد مسؤولون أمنيون إيرانيون أنه تم عزل المتورطين في إثارة الشغب عن بقية السجناء وأن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة وفق المصادر نفسها ونفت المصادر الإيرانية أي صلة للحادث بموجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد فيما حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في المعتقل نفسه والذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة سوداء عام 2018 فردت إيران فورا على التحذيرات الأمريكية باتهام واشنطن بمحاولة الصيد في المياه العكرة على حد تعبير الخارجية الإيرانية